أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله العلي العظيم إن هذه الآية المباركة ترتبط ببحث عقائدي أغرق فيه علماء الكلام منذ القدم وهو بحث الجبر والتفويض فهل أن الإنسان مجبور على أفعاله أم أن الإنسان فوض إليه فعله فهو مختار فيه أم أن هناك منزلة بين المنزلتين وأمرا بين الأمرين وهذا ما ورد عن الصادق عليه السلام لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين فلبيان هذه النقطة ولبيان هذه المسألة المشكلة لا بد أن نتعرض لعدة محاور المحور الأول في تقسيم أفعال الإنسان أي الأفعال الصادرة عن جسم الإنسان الأفعال الصادرة عن جسم الإنسان على قسمين أفعال طبيعية وأفعال علمية ما هو الفرق بين الفعل الطبيعي والفعل العلمي الفعل الطبيعي هو الفعل الذي لا دخل للعلم ولا للتصور في حصوله فإنه يحصل سواء تصوره الإنسان قبل حصوله أو لم يتصوره سواء خطط له الإنسان أو لم يخطط له هو يحصل على كل حال هذا يسمى بالفعل الطبيعي مثلا تنفس تنفس الإنسان ما دام حيا هذا فعل طبيعي الجسم يتنفس تصور الإنسان التنفس أم لم يتصور خطط للتنفس أم لم يخطط التنفس فعل طبيعي للجسم فالجسم ما دام حيا يتنفس والجسم ما دام حيا ينمو والجسم ما دام حيا تجري الدماء في عروقه وكل هذه الأفعال لا دخل للتصور فيها ولا دخل للتخطيط فيها فلذلك تسمى أفعال طبيعية القسم الثاني الفعل العلمي بمعنى ما يتصوره الإنسان أولا ثم يحصل فتصوره دخيل في حصوله بمعنى أنه لا يحصل بدون تصور وبدون تعقل فإن الإنسان يتصور الفعل أولا ويتعقله ثم يصدر منه هذا هو الفعل العلمي الفعل العلمي أيضا على قسمين فعل اضطراري وفعل إرادي ما هو الفرق بينهما مع أنك ليهما يصدر عن تصور وتعقل الفعل الاضطراري هو الذي يصدر عن الإنسان لأن هناك عاملا مسيطرا عليه يجعله دائما يتصور هذا الفعل ودائما يصدره مثلا الحزين الحزين إذا كان حزنه مفجعا يبكي دائما هذا البكاء الذي يصدر من الحزين المفجوع هل هو فعل له طبعا فعل له هو الذي يبكي هل هذا فعل مسبوق بالتصور نعم الحزين في كل لحظة يتصور الحزن ويتفاعل معه ثم يبكي يبكي فالبكاء فعل صادر عن تصور وتعقل ولكن لأن هناك عاملا مسيطرا على النفس وهو الافتجاع بالحزن فهذا العامل يجعل الإنسان يصدر البكاء بدون تروي لا بدون تصور هو يتصوره ويتعقله لكنه بدون تروي منه يصدر منه البكاء لأجل سيطرة عامل الحزن والافتجاع على نفسه هذا يسمى بالفعل الإضطراري فالفعل الإضطراري فعل صادر عن تعقل لكنه صادر لا عن تروي لسيطرة عامل من العوامل على نفس الإنسان هذا فعل إضطراري يقابله الفعل الإرادي وهو الفعل الصادر عن تروي لا عن عامل مسيطر على الإنسان فعل يتعقله الإنسان أولا ثم يتساءل هل أنا أفعله أم لا ثم يرجح جانب فعله ثم يصدره الفعل الفعل الصادر عن ترو وتخطيط وترجيح يسمى بالفعل الإرادي الفعل الإرادي أيضا ينقسم إلى قسمين فعل اختياري وفعل إجباري كيف الفعل الاختياري أنا أصلي باختياري أنا الآن أتصور الصلاة وأتعقلها ثم أرى أن الصلاة في مصلحتي فتصدر مني الصلاة عن تصور وعن تخطيط وعن ترون وعن ترجيح فتسمى الصلاة فعلا اختياريا محضان أما إذا وقف الأب على ولده الصغير قال إن لم تصلي ضربتك إن لم تصلي أدبتك الآن كثير من الآباء يتشامح في مسألة الصلاة يقولوا الله الصلاة هذه اللو الآباء يضربون على الصلاة حين عنا ما نضرب أولادنا تالي يتعقدوا تالي ينفروا من الدين شلون نحن نضرب أولادنا على الصلاة لا الرسول صلى الله عليه وآله الرسول محمد يقول اقتنع بأنها أمر من الله عز وجل لا محيص عنه وصار يصلي اختياره كلش ممتاز اما اذا هذا الولد عنيد والصلاة هي عمود الدين اذا لم يترب على الصلاة لن يطيع في أمر آخر اذا العبد لم يطوع نفسه على الصلاة اذا العبد لم يروض نفسه على الصلاة لن يستطيع ان يروض نفسه على طاعة اخرى ولا على ترك معصية اخرى الصلاة عمود دينكم ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها يحتاج لها تأديب يحتاج لها ان يصلي عن اكراه واجبار واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع اذا اذا وقف الاب على ولده قال ان لم تصلي ضربتك هذا اش يسموه الفعل وقام ولده وصلى وما صلى عن طيب لا صلى عن خوفه من الوعيد هذا يسمى فعل اجباري وليس فعلا اختياري هذا فعل اجباري وليس فعلا اختياري مثل هذا صاحب الدكان اللي يسكر الدكان حتى لا تمر عليه الهيئة هذا يسكر الدكان حتى لا توقف عليه الهيئة يقول صلى صلى هذا خوفا من الوعيد هذا فعل اجباري وليس فعلا اختياري ما هو الفرق بين الفعل الاجباري والفعل الاختياري كلاهما فعل صدر بارادة الانسان الذي يصلي لانه يطيع امر الله والذي يصلي لانه يخاف وعيد والده او يخاف من الهيئة كلاهما كلاهما فعل صدر عن ارادة كلاهما فعل صدر عن تخطيط كلاهما فعل صدر عن تروي ولكن الذي صدر من الانسان عن طيب ورضان مع الارادة مع التخطيط مع التروي يوجد طيب يعني انسجم الفعل مع جوانحه فصدر منه على استرسال هذا يسمى فعلا اختياريا محضا وأما الفعل الذي صدر عن علم ويرادة وتخطيط وتروي لكن لم يكن عن طيب لم يكن منسجما مع جوانح الانسان فلم يصدر باسترساله هذا يسمى فعلا اجباريا فعلا اكراهيا الفقهاء يقولون في فرق بحسب المصطلح الفقهي طبعا احنا نتكلم عن المصطلح الفلسفي لكن اذا نرجع للمصطلح الفقهي مصطلح الفقهي يقولون الفعل الاضطراري يصح والفعل الاضطراري لا يصح كيف يعني مثلا كمسألة فقهية لو ان الانسان اضطر لبيع داره صار على يدين ثقيل وصار في ازمة مادية ونتيجة الازمة المادية والدين الثقيل شنو اضطر لبيع داره حتى يتخلص من تركة هذا الدين الثقيل او بيع سيارته باعها هذا البيع صحيح او فاسد بيع صحيح مع انه مضطر اليه لكنه صحيح ولو لم يكن صحيح لما رفع ضرره لو قلنا البيع باطل يعني هذا ما يقدر يرفع ضرره ابدا لانه انما اقدم على البيع ليرفع الضرر عن نفسه فلو فلو المشرع الاسلامي بيعه ليس صحيح اذا معنى جنوه معنى حكم المشرع على هذا الانسان بان يبقى في الضرر ابدا ولا يمكن ان يرفع ضرره لذلك المشرع الاسلام من عليه وقال الفعل مع انه صدر عن اضطرار لكنه فعل صحيح بيع صحيح او مثلا اب او امرأة رأت انها ان لم تتزوج تصاب بعقد تصاب بحرج تصاب بمشاكل تشطاب بمعاصي فهي ترى نفسها مضطرة للزواج تزوجت لرفع هذا الحرج لرفع هذه المشاكل هذا زواجها شنو صحيح اما الفعل الاكراهي لا يصح يعني لو انني اكرهتك على ان تبيع سيارتك قلت لك ان لم تبيع سيارتك سجنتك فعلت معك ما فعلت فانت بعت السيارة خوفا من وعيدي وإكراهي هذا البيع فاسد لا يصح او ان ابا مثلا اكره ابنته على ان ترضى بالشخص الذي يتقدم اليها للزواج شخص تقدم لابنته والبنت غير راضية الاب اكرهها قال قال ان لم تتزوج طردتك ان لم تتزوج فعلت معك كذا فتزوجت اكراها لعقد فاسد ما صار زواج صار زنا فهنا هذا هو المحور الاول من حديثنا بيان اقسام الفعل نجي الى المحور الثاني نظام هذا العالم نظام هذا الوجود قد امتزج فيه الوجوب والامكان الضرورة والامكان هناك امتزاج بين نظامي الوجوب والامكان والضرورة والامكان ما معنى هذا الكلام هل اشرح هذا الكلام كل معلول ومسبب في هذا الوجود لابد له من سبب وعله مستحيل ان يصدر بدون سبب وعله ومعنى انه لابد ان يصدر من سبب يعني لو لم يكن السبب معينا له لما وجد الشيء قبل وجوده يقولون متساوي النسبة يمكن ان يوجد يمكن ان لا يوجد فهو متساوي النسبة للوجود وللعدم للعدم كيف يصير موجود يحتاج الى شيء عينه ما دام متساوي النسبة يحتاج الى سبب يعين طرف الوجود على طرف العدم يرجح طرف الوجود على طرف العدم لو لم يكن هناك مرجح لطرف الوجود على العدم ما وجد لان لو وجد بدون مرجح لو وجد بدون عله ونحن قلنا المعلوم لا يوجد الا بعله فلا يمكن ان يخرج عن حالة التساوي مع الوجود والعدم الا بمرجح انا الان واقف اصلي ما اصلي صلي ما اصلي صلاة شنو منافعها بالنسبة لي شنو سلبياتها بالنسبة لي تبقى الصلاة متساوية للوجود والعدم خروج الصلاة الى حيز الوجود تحتاج الى مرجح يرجح جانب الوجود على جانب العدم وهذا المرجح هو العلة وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة الشيء ما لم يجب لم يوجد شنو معنى ما لم يجب لم يوجد يعني ما لم يكن له سبب يوجبه يعني يعينه يعني يرجحه على طرف العدم ما لم يجب لم يوجد بعد هذا نجي الى نظام الوجوب نظام الامكان يقول الفلاسفة الوجوب والامكان متزاوجان لان كل موجود انقسته الى مجموع علله فهو واجب وان قسته الى بعض علله فهو ممكن شنو معنى هذا الكلام اجيب لك امثلة حتى يتضح بالمثال يعني الان يعني الان وجود الانسان في بطن امه شنو يحتاج اب وام وزمن ومكان وشكل وكيف ما يوجد هالشكل عوامل تجتمع حتى يوجد هذا الجنين اب وام ولابد الى زمان معين ينعقد فيه لابد لما كان معين في الرحم يستقر فيه لابد الى من شكل يتعين به لابد الى من كيف يكون تقديرا له وكل شيء خلقنا كل شيء خلقناه بقدر هذه كلها عوامل فوجود هذا الجنين اذا قسناه لمجموع هذه العوامل قلنا الجنين لا يوجد الا بهذه العوامل واذا وجدت هذه العوامل لابد ان يوجد هذا معنى يسمى نظام الوجوب نظام الوجوب يعني الشيء اذا اجتمعت عوامله واسبابه وجد حتمان لازم يوجد اذا اجتمعت هالعلال كلها لازم يوجد زه وهو من جهة اخرى ممكن شلون اذا قسته لبعض علاله مو لمجموع العلال مثلا اذا قست وجود الجنين الى اختيار الاب مو هذا الجنين جاء عن ابن اذا قست وجود الى اختيار الاب قلت هذا الجنين له ابن وذلك الاب له اختيار فلو لم يختر الاب لقاء الام في هذه الساعة وبهذه الكيفية لما وجد هذا الجنين اذا اذا قست وجود الجنين الى اختيار الاب اصير وجود الجنين شنو ممكن وليس واجب لانه لو لاختيار الاب لما وجد اذا نفس وجود الجنين هو من جهة واجب هو من جهة ممكن هو اذا قسته الى مجموع العلال صار واجب الوجود اذا قسته الى اختيار الاب صار جنو ممكن الوجود لو لاختيار الاب وارادته ما وجد فنظام الوجوب متزاوج مع نظام الامكان هو واجب في عين اللحظة هو ممكن هو واجب بالقياس الى شيء ممكن بالقياس الى شيء اخر من هنا ننطلق الى قاعدة فلسفية اخرى ما هي النسبة بين الارادتين الارادة الالهية وارادة العبد يقدر واحد يقول انا اريد والله يريد انا اريد الصلاة الله يريد الصلاة لهم يريد الصلاة شنو النسبة بين ارادة العبد وارادة الله تبارك وتعالى هنا المكمل هنا الجرح هذه هي النقطة الاساسية في النزاع بين علماء الكلام كيف كيف العلاق بين الارادتين ارادة الله وارادة العبد هل هما طوليتان هل هما عرضيتان فهنا ثلاث فرق فرقة المجبرة التي قالت ماكو ارادة للعبد ماكو الا ارادة واحدة وهي ارادة الله كل شيء اما ان تتعلق به ارادة الله او لا تتعلق فان تعلقت به ارادة الله اذا يجب وجوده ولا مجال للانسان ان يغير انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون واذا لم تتعلق به ارادة الله فمستحيل ان يوجد لان الله خالق كل شيء ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه فاذا افعالنا مخلوقة لله اذا مخلوقة لله اذا هي تابعة لارادته اذا لا اثر لارادتنا وهذا هو قول المجبرة الفرقة الثانية المفوضة الذين قالوا لا الله خلق الانسان وفوض اليه ان يفعل ما يريد وانعزل عنه مثل انت تملك ابنك مثلا بيت ابني بيت وتقول لابنك هذا البيت ملك لك وانا مع الشلامة خلاص فوضت الي ملكته البيت وفوضته اليه خلاص تما لك شغل في البيت انت انعزلت عن البيت والمنزل وفوضته الى ولدك هذا تفويض هؤلاء يقولون نعم الله خلقنا لكن شنوه فوض الينا افعالنا واعتزل عننا هذا ايضا قول المفوض الذي يقول عنه القرآن الكريم وقالت اليهود يد الله مغلوله ما قالوا يد الله مغلوله هذا كناية كناية عن شنو عن التفويض اليهود قالوا الله فوض العباد واعتزل عنهم هذا القرآن عبر عنا بانه هذا غل يد الالهية هذا حد من السلطنة الالهية وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ولذلك ورد عن الامام الصادق عليه السلام مساكين القدرية ارادوا ان يصفوا الله بعدله فسلبوه سلطانه قالوا فوض الامر الى العباد يعني اذا ما الى سلطان فسلبوه سلطانه هتان فرقتان فرقة الثالثة فرقة الامامية يقول له لا جابر ما حض لا تفويض ما حض ولكن امر بين امرين شمعنى امر بين امرين هذا ما يعبر عنه الفلاسفة بالارادتين الطوليتين لا بالارادتين العرضيتين يعني شلون مثلا انا اصلي الله اراد صلاتي لو لم يرد صلاتي لما صدرت مستحيل مستحيل شيء يتحقق في هذا الكون لا يخضع لارادة الله مستحيل زهن اذا صلاتي تعلقت بها ارادة الله تبارك وتعالى ولو لم تتعلق بها ارادة الله لما وجدت ولو وجدت بدون تعلق للارادة الالهية لكان الله مسلوب السلطنة وهو قادر على كل شيء وهو خالق كل شيء ولكن كيف تعلقت الارادة بالصلاة هل تعلقت ارادته تعالى بالصلاة محضان ام تعلقت ارادته بالصلاة الصادرة عن ارادتي الله ما اراد الصلاة مطلقا اراد الصلاة عن ارادة مني فما تعلقت ارادته بالصلاة نسكت لا تعلقت إرادته بحصة من الصلاة ما هي الصلاة الصادرة عن إرادة واختيار مني فإذا تعلقت إرادته بالصلاة الصادرة عن إرادة واختيار مني شنو اللي صار صارت الإرادتان طوليتين لا عرضيتين يعني إرادتي فالصلاة فإرادته إرادته في طول تعلق إرادتي بالصلاة هو أراد ذلك عز وجل هو بإمكانه عز وجل أن يصدر الصلاة قهرا علي وجبرا علي وبدون إرادتي بإمكانه وهو القادر على كل شيء لكنه تبارك وتعالى ربط هذه الأفعال بشنوه باختيار العباد قال أنا لا أريد الصلاة إلا الصلاة الصادرة عن إرادة من العبد واختياره فهو الذي تبارك وتعالى جعل الطولية بين الإرادتين فأصبحت إرادته في طول إرادة العبد إذا أراد العبد الصلاة أرادها الله إذا أراد العبد المعصية أرادها الله فإذن الفعل صدر عن من؟ عن إرادة من العبد صدوره عن إرادة من العبد مراد لله تبارك وتعالى لذلك فهذا الاستدلال الذي طرحه المجبرة قالوا إما أن تتعلق الإرادة بالصلاة إذن لابد من وجودها قهرا على العبد ما تعلقت الإرادة بالصلاة لا يعقل وجودها نقول لهم لا هذا استدلال باطل تعلقت الإرادة الإلهية بالصلاة لكن لا على نحو الجبر بل تعلقت الإرادة الإلهية بالصلاة عن إرادة من العبد واختيار من العبد فالمرجع إلى إرادة العبد لذلك هذه الصلاة الصادرة عن اختيار من العبد هي واجبة وهي ممكنة إذا نظرت إلى هذا المجموع صلاة عن اختيار هذا المجموع واجب إذ متى اختار العبد الصلاة وجب شنو وجودها وأما إذا قست الصلاة إلى الاختيار قبل أن يتحقق تقول بأن الصلاة شنو ممكنة فالصلاة واجبة إذا قستها لمجموع عللها من تصور من إرادة من مكان من زمان والصلاة المجموع والصلاة ممكنة إذا قستها إلى إرادة العبد فإن العبد فإن العبد يمكن أن يريدها ويمكن أن لا يريدها فبما أن الإرادتين طوليتان إرادة الله في طول إرادة العبد والذي جعل الطولية هو تعالى لم يجبره أحد لم يقصره أحد هو شاء ذلك باختياره أن يجعل إرادته في طول إرادة العبد لذلك تعلق إرادته عز وجل بأفعال العباد لا يسلب العباد اختيارهم ولا يسلب العباد إرادتهم والنتيج لا جبر ولا تفويت لا أنه جبرهم بل ربط الأفعال بإرادتهم ولا أنه فوض إليهم لأن معنى التفويت أن ينعزل عنهم وهو لم ينعزل عنهم في الوقت الذي ربط الأفعال بإرادتهم فإن المدد منه والطاقة منه والقدرة منه لا يستطيع العبد بإرادته أن يفعل العمل مي يقدر أنا أردت الصلاة لكن لما أردت الصلاة شفت نفسي معاق ما أقدر أصلي أقدر أصلي إذن الإرادة لي كافية إذن ما في تفويض لأن مجرد الإرادة صحيح أنا أردت الصلاة باختياري بمحض إرادتي لم يجبرني أحد ولكن إرادتي ليست غلة تامة لوجود الصلاة أحتاج لعوامل أخرى أحتاج لزمن أحتاج لمكان أحتاج لقدرة هذه من وين العوامل أخذها منه تعالى فأنا لم يفوض إلي الأمر محضا بل احتجت لعوامل أخرى وتلك العوامل الأخرى منه تبارك وتعالى فلا جبر محض ولا تفويض محض ولكن أمر بين أمرين بني المحور الثالث من حديثنا صل على محمد وآل محمد المحور الثالث من حديثنا اتصاف الأفعال بالحسنة والسيئة هل هو اتصاف حقيقي أو اتصاف نسبي ركز معي جيدا تلان جائع والجائع ركز أكثر من الشبعان وهذه حقيقة مو أمزح يعني إنسان إذا شبع خلد إلى النوم خلد إلى الاسترخاء لكن إذا جائع مو جائع يعني هل كان مرتبة من الجوع يعني يتشجع للتفكير والتأمل أكثر ولذلك في الحديث الشريف إني وضعت العلم في الجوع والغربة والناس يطلبونه في الشبع والوطن فلن يجدوه فلن يجدوه قط الإنسان الإنسان كيف يحصل على العلم يحصل على العلم بجهد هذا الإنسان إذا اغترب عن وطنه اغترب عن أهله انصرف عن الأشغال الأسرية والاجتماعية صير هذا محفز له نحو العلم وإدراك العلم كذلك الإنسان إذا عاش في بطر وطرف ما يتشجع إذا عاش عيش مترفة ما يتشجع على ممارسة العلم ومزاولته لكن إذا عاش بيئة فما نقول فقر مدقع لكن بيئة يعني ليست بيئة غنية ليست بيئة ثرية البيئة أيضا تشغل الإنسان بيئة الترف بيئة البطر تؤثر على إرادة الإنسان تشغل الإنسان بخلاف غيرها إني وضعت العلم في الجوع والغربة والناس يطلبونه في الشبع والوطن فلن يجدوه قط كيف تتصف الأفعال بالحسن والسيئة هل هذا اتصاف حقيقي أو هذا اتصاف نسبي هذا الاتصاف اتصاف نسبي أي أنه اتصاف يحتاج إلى قيد آخر فلأ اوضح لك الآن بالأمثلة يعني الآن ضرب الرجل لليتيم إذا اليتيم مثلا أنت إلك ولاية على يتيم يتيم هو اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير لم يبلغ كل من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ فهو جنو يتيم موت الأم لا يوجب اليتيم الذي يوجب اليتيم موت الأب شرعان فإذا مات أبوه وهو صغير لم يبلغ فهو يتيم يحتاج لولاية كان أبوه هو الولي شرعا عليه الآن يحتاج إلى ولي شرعي يمكن تصير الأم حتى تقدر تصير ولي شرعي إنما تحتاج إلى تولية من الحاكم الشرعي يعني ما يشترط في الولي أن يكون رجل حتى له امرأة إذا الحاكم الشرعي شخص أن الأم أصلح يعطيها ولاية على أولادها حتى لوعدهم أعمام حتى لوعدهم أخوال ترضو هذا لأن الأولاد مات أبوهم عدهم عم عدهم خال حاكم الشرعي يقدر يعطي الولاية لمن للأم دون العم والخال إذا كانت هي أصلح بحال الأولاد فالأم ممكن تصير ولي على الطفل المهم إذا كان هناك يتيم ضربه وليه هذا الضرب في حد ذاته لا يتصف لا بحسن ولا بقبح ضرب ضرب خلاص ضربه بعد لكن يتصف بالحسن والسوء بالنسبة يعني بلحاظ آخر نقول إن ضربه بقصد تأديبه وتربيته كان الفعل حسنا وكان تأديبا إن قصد إن ضربه جزافا أو تشفيا كان ظلما فكان قبيحا إذن الضرب بما هو ضرب ما يتصف لا بالحسن ولا بالسوء إنما يتصف بالحسن والسوء بالإحاض قيد آخر وعامل آخر وهذا ما يسمى بالعنوان الانتزاعي إن صدر هذا الضرب بقصد التأديب فهو إحسان إن صدر هذا الضرب بقصد التشفي فهو ظلم نفس الشنجل شنو لقاء الرجل مع المرأة إذا التقى الرجل بالمرأة وهذا اللقاء في حذ ذاته لا هو حسن ولا هو سيء في حذ ذاته لقاء هكذا وقع لكن هذا اللقاء إن كان عن عقد اتصف بكونه جنو نكاح حسن وإن لم يكن عن عقد تصف بأنه جنو زنا سفاح قبيح هو في حد ذاته شيء واحد ما يتغير اتصافه بالحسن والقبح بلحاظ عناصر خارجية ولهذا يسمى وصفا انتزاعيا وصفا نسبيا ايضا ايضا افعالنا لنفعلها جاء الان انا مثلا اصلي هذه الصلاة خب اصلي هذه الصلاة هذه الصلاة في حد ذاتها صلاة ما تتغير في حد ذاتها لا توصف لا بحسن ولا بقبح صلاة قيام وقعود ركوع وسجون بش لكن هذه الصلاة انصدرت عن قصد القربة كانت شنو عبادة وامرا حسنا وانصدرت عن قصد الرياء وجلب السمعة شنو تصير هذه الصلاة صير نفاق عمل قبيح والصلاة واحدة لكنها تتصف بالحسن والقبح بالحاض العناصر الخارجية والله هي عمل واحد من هنا تجي الايات المباركات تشوف ايه تنسب المصائب الى العبد ايه تنسب المصائب الى الله شلون 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 انميز بينه مثلا ايه تقول ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ايدي راجع اليكم انت سبب وفي ايه اخرى يقول ما اصابك من مصيبة فمن نفسك ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك بينما تجي ايه ثالثة تقول كل من عند الله ان تصبهم حسنة يقول يقول هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقول هذه من عندك من عندك انا عند النبي انا انت السبب اذا النبي ابتلى بالمسلمين بدوا المسلمين كانوا في صدر الدعوة بدوا اجلاف غليظين ابتلبهم بلية يجي الاعراب اليه الى النبي ايام الشتاء النبي لابس بردة غليظة تجنبا عن البرد هذه البردة الغليظة يصير لها حاشية على العنق هم غليظة فيجي الاعراب يجود البردة مال للنبي وشدها فالشكل كانوا يتعاملوا مع النبي شدها على رقبة النبي اعطني من مال الله يلا فانه ليس مالك ولا مال ابيك يقول للنبي اذا لو واحد مننا يسأل كيف يقول شان يطلع منطوره قال للنبي صدقت انه مال الله ليس مالي ولا مال ابي ولكن هل يقاد منك ما فعلت بي يعني انا لحق اقتص منك هذا العمل اللي سويته قال لا لحق قال لانك 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 لاتقابل السيئة بالسيئة وانما تقابل السيئة بالحسنة ولو بل بل ولذلك الآية تحدث عنهم هم يتحدث مع النبي اذا صار خير قالوا هذا من عند الله اذا صارت مصيبة قالوا كلها بسببك انت يا نبي الله انت صبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وانت صبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يعني هذه المصائب التي تحصل اذا نظرت اليها في نفسها فهي نوع من الوجود والوجود مفاض من قبل الله واذا نظرت اليها بلحاظ حالة تسمى حسنا بلحاظ حالة اخرى تسمى سوء افترض مطر ينزل من السماء هذا المطر من حيث انه وجود فعل الله هذا المطر لانه ينبت العشب ويروي الارض بالماء اعتبروا الناس شنو حسن ونعمة لكن من حيث ان واحد سقفه يخر واحد سقف بيتهم يخر ها ونزل المطر وخر السقف قال هذا المطر سوء هذا مصيبة هذا مو نعمة اذا اتصاف المطر بالحسن والسوء والنعمة والنقمة اتصاف نسبي متصاف حقيقي اما الحقيقة فهو وجود مفاض من قبل الله تبارك وتعالى اختم الموضوع بهذه القصة أو بهذه الرواية كشاهد على الحقيقة التي اكد عليها اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين انه لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين امرين الحجاج ابن يوسف الثقفي لما استلم الخلافة او الولاية كتب لعلماء الحجاز يسألهم عن القضاء والقدر فكتب للحسن البصري وكتب لعمر ابن عبيد وكتب لواصل ابن عطاء وكتب لشعيب ابن عامر ما رأيكم في القضاء والقدر اربع رسائل رجعت الي الرسائل كتب الي الحسن البصري احسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي ابن ابي طالب اتظن ان الذين هاك دهاك انما دهاك اسفلك واعلاك وان الله بريء من ذاك يعني سر هذه المساوئ يا لسانك يا اسفلك ان الذي دهاك اسفلك واعلاك وان الله بريء من ذاك هذا كتب ابن حسن بصري عمر ابن عبيد كتب اليه كتب الي الحجاج احسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي ابن ابي طالب هذا بعد استند لعلي احسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي ابن ابي طالب لو كان الزور في الاصل محتوما لكان المزور في القصاص مظلوما لو كان المزور مجبور على الزور لكان عقاب هذا المزور ظلم لو كان الزور في الاصل محتوما لكان المزور بالقصاص مظلومة جدت الرسالة الثالثة رسالة من 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 واصل ابن عطاء قال احسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي ابن ابي طالب ايدلك على الطريق ويأخذ عليك المضيق هو اللي يدلك على الطريق يقول انه هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورة وبعدين يضيق عليك ويجبرك ما يعقل ايدلك على الطريق ويأخذ عنك المضيق جه وكتب اليه شعيب ابن عامر احسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي ابن ابي طالب احسن ما سمعت في القضاء والقدر قول علي ابن ابي طالب لو كان قدرا حتما وقضاء لازما لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد هذا شافر الحجاج وش نصيب هذه كلها علي ابن ابي طالب وذين كلهم علماء من علماء السنة ما لهم علاقة فقال في مجلسه لقد اخذوها من عين صافح انما المصطفى مدينة علم وهو الباب من اتاه اتاه ترجع سائر العلوم الى امير المؤمنين علي عليه السلام ثبتنا الله على ولايته والبراءة من اعدائه جعلنا الله من الموالين له وجعلنا الله من خدمته دنيا واخرة اللهم اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنة واقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنة اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذر الكفار والمنافقين انصر اخواننا في كل مكان خصوصا اخواننا في البحرين يا رب العالمين اللهم انصرهم بنصرك وادفع عنهم كيد الاعداء يا رب العالمين اللهم فك اسرانا واسر المؤمنين والمؤمنات اللهم اكشف غمهم وادفع همهم وفرج عنهم فرجا عاجلا قريبا يا ارحم الراحمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات ترجمة نانسي قنقر